هناك تعنين هنا التوحيد توحيد في الفن وفي السياسة شيح اسم هذا عند التوحيد في الفن كيف يعني لا أعلم وحد الفناناء يعني يا رحمن في حفلة واحدة שيكون التوحيد في الفن انا بهم ذاته على الفن وتوحيد في السياسة كيف يعني توحيد في السياسة الرحمن انه تعرف ان göstereary أن يقمروا السياسة حفظك المتين من جريدة والله اللي قاين في بتكلم بين واحد في واحدة من وسائل الإعلام شاف لك المتين جاي دارك شربين طيب أنا أرجع تاني لبس نقطة واحدة من اللي تكلم عنه شامح الدين قال الشعب الشعبي ده قال إنه ما في عذاب ما أدي وده قال رأيي ابن عسيمين ما في عذاب ما أدي طيب بس أنا أريدك شاهد واحد من السنة انت وريني العذاب ده ما أدي ولا ده عذاب حسي روحي ولا شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أتاني آتياني بيحكي للصحابة في رؤية رآها تمام رؤية رآها ورؤية لأنبياء حق ولا ما كده ولا الشعب ما بيتفق معنا والسنة هذا بيتفق معنا بيها غلي الرؤية والنبي وكي الصاحي إنت مختنع بكلامه خلينا هين صاحي هذا صاحي ما مختنع بكلامه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما مختنع بيها وليت ما تابع للترابي القرآن ما مختنع بيها الترابي قال ما في يا جوجو ما جوج يا جوجو ما جوجو ده وين 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 في سورة الكاف سورة الكاف هذا قرآن ولا سنة من قرآن قرآن ما مختنع بيها قرآن الدابة الترابي قال ما في الدابة يتكلم عنها ربنا وين سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بتكلم معهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤقنون الدابة في القرآن انكرى الترابي يا جوج ما جوج في القرآن انكرى فهمت لأنك ما تقول الله إننا نؤمن ونؤمن معك شوف الشعب ده ما مؤمن بأي حاجة أنت إذا تابع للترابي فهمت الترابي ما مؤمن بها كله كل ما مؤمن بها الليلة بجيبكم لكم بكرة لا دا لا دا كله بما زاجه بس أي أن كان الشاهد شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آتيان يحكي لنا القصة قال فمرابي على رجل مستلق إلى قفاه زور راقت في الوقت على قفاه وواحد تاني واقف عليه بكلوب من حديد كلوب ده زي حديدة ملوية كده زي الحديدة الشنكل بتاع الجزارين ده وزي الحديدة المنجل بتاعرفه بتاع الجش الناس شغالين في الخالة بعرفوا الحاجات ده زي المنجل قال قائب عليه بكلوب من حديد قال فإذا هو يأتي إلى شدقه إلى شدقه الأيمن إلى شقه الأيمن شقه الأيمن ده بجاي قال فيأتي إلى شدقه يعني إلى خده فيشرشره بشقه كده الحديدة يشقه كده الحديد وراء من هنا يشقه ليه وراء بغادي قال ثم يأتي إلى من خاره نخرته دي اليمين يشق الحدي وراء قال ثم يأتي إلى عينه فيشرشره إلى قفاه قال ثم يأتي إلى الشق الأيثر فيفعل به ما فعل بالشق الأيمن لما ننتهي من الشق الأيثر بلقى الشق الأيمن برا بيرجع له بشقه تاني قال هكذا إلى يوم القيامة فقلت سبحان الله ما هذاني قال لي انطلق انطلق حديث فيه مجموعة من الأشياء ذي آخرة جقل له ما الرجل ده مالو مالو زول ده فقالوا له هذا ينام على الصلاة المكتوبة ويعلم القرآن ولا يعمل به الشاهد يا اخواننا العذاب ده عذاب في البدن ولا حس في الروح بس ايضا اللي بيعا قلوك فكر في البدن ولا ما في البدن في الروح عندها عين بشقوة عين بشرطوة ونخرى بشقوة لحد دي ورا ولدى جسم بدن بدن بتاع انسان العذاب يا اخواننا على البدن وعلى الروح معا طيب انت لو قلت العذاب على الروح ما على البدن تختلف مع ترابيك ذاته ترابيك وجمعته لانه هم انكروا عذاب القبر ليه قالوا عذاب القبر ها لانه الحساب ما جلسه ترابي قال الحساب يوم الغيامة ما في حساب قال في الغبور السه طيب انت لو ما قلت على الروح اين ذاته بسألك انت زولك العذاب على الروح ده عذابه كيف قبل الحساب في حساب الروح ذاته عذابوها ليه بيفهم شيخك اذا كان ما في عذاب بسه بيفهم شيخك لسه الحساب ما يجل حساب يوم الغيامة ليه الروح ذاته الروح ذاته ليه يعذابوه قبل الحساب ده سؤال اقدر يجاوب عنه شاكينا تعرف ان ازل امخاخوا النيمو لاخبطة واولاد جايين فرحانين دار واحد اكشير لي بكلمتين لكن انا بنصحه ده ولا الصغير ومسكين يا عود الناس ما تضيع رقبتك ما تضيع رقبتك الترابي دار منه شو يجتا يا اخي الترابي في الدين فشل وفي الدنيا فشل في فشل اكتر من اولادك الربيتهم ضيعت فيهم زمنة كله بتربي فيهم والحركة الاسلامية ويا جرن يا ساسا ويا خس الساسا وتعرف البلد بيناسا والشريعة ساسا وشريعة شريعة ولا موت الربيتهم زاتهم ايجوا يطقوا بك لو يطوش لك ويجدعوك في السجن وتعيش ما مرمط حياتك كله لما نموت ما مرمط فيهمتا? ده سياسيا فاشل ولا ما فاشل في الدنيا دي ما فشل? يا ناس يا اخي زول خليك انت عندك اقول يا اخي زول فشل لحد ما مات لحد ما مات فاشل وربنا ما وفقه كله 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 الترابي ده ما موفقت سبحان الله ايام وفاته دارين يصنعوا منه قيصر من القياصرة وعالم من علماء الامة والقنوات شغال الشروق وما تعرف بتاعت حسين خوجة لديك وزاعة المساء واشنو؟ يجيبوا في الترابي وروجوا العلامة وفتعرف شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قيض لهم مقطع اثناشر صغير فيه كفريات وضلالة الترابي المقطع الحتة ده انت شركت من ترويج ده كله ومات الترابي والناس مشكلين هو كافر ولا مسلم خليك من انه عالم ولا ما عالم بعد الصنشة هذه اجمعين وبعد لازلنا في محاور المنبر يا اخوانا والمداخل الكلام اللي ذكروا قبل الصلاة انا علقت يا دوب على النقطة الاولى وعلقوا على غيري الليلة بتتعلق بعذاب القبر وقلنا يا اخوانا عذاب القبر من المسائل الثابتة ومن المسائل العقدية والناس اللي بتناقش في الموضوع ده انا ما ادري ليه النغاش الكثير مع وضوح الادلة مسألة واضحة جدا النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة رضي الله عنها جات امرأة يهودية دخلت على السيدة عائشة فقالت يهود تعذب في قبورها فالسيدة عائشة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة إن عذاب القبر حق حق ما في شك تمام يلا الشبهات اللي اعترضوا بيها على عذاب القبر كل شبهات واهية زي الكلام اللي بيقول لك إنه الدنيا ما في حساب الحساب بعدين يوم القيامة لا شك يا اخوانا إنه الحساب الأكبر والعقوبة يوم القيامة الحساب يوم القيامة والعقوبة النهائية يوم القيامة لكن ما معناها إنه ما في عقوبات في الدنيا ما معناه كده فالرب الله سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم طيب الملائكة بتضربهم ليه ده نوع من العذاب ولا ما نوع من العذاب تضربهم الملائكة وهل القيامة قامت الغيامة ما قامت تضربهم بتين تضربهم حين الموت في وقت الموت في عذاب ده مما يدول عليه إنه يا اخوانا وإن كان العذاب والنعيم بتاع الإنسان بعد الحساب يوم القيامة لكن في عذاب في الدنيا ربنا قال وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون في عذاب في الدنيا في عذاب في البرزخ في عذاب بعدين يوم القيامة لي ما أشوفها يقول له يقول له بعدين الحساب وأستم أفترضي حاسبون في الأول وما حاسبون يعزبون ليه ده كل كلام واهي ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني في وقت الموت والملائكة باسطوا أيديهم يعني بالعذاب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيات تستكفرون إذن يا شباب الشبال بتقول لك إنه لسه ما حاسبون له يعذبون نقول العذاب فيه لأن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بمآلات العباد ربنا أعلم بل إنساناً لي في النهاية حيدخل الجنة من وفي النهاية حيدخل النار من وربنا سبحانه وتعالى يعاقب الناس على قدر ذنوبهم انت عارف ناس العذاب ده بالنسبة لهم في القبر ما كفار هم ما كفار ذاته والعذاب في القبر بالنسبة لهم طهارة ونقاء نقاء من الذنوب الارتكباء في الدنيا العبد ينظف من الذنوب أحياناً الناس ينظفوا من الذنوب وينقوا بالمصائف في الدنيا زوال تجيء مصائب ارفضوا من الجامعة تجيء مصائب كثيرة جداً مرض في بدنه نقص في أهله نقص في المال أي عقوبة من العقوبات قال النبي عليه الصلاة والسلام عجباً لأمر المؤمن فإن أمره كله خير قال إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له كويس؟ كل خير ليه؟ ينقبه المؤمن حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب ينطف المؤمن بالأشياء دي منا عذاب القبر شكذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال عذاب القبر بالنسبة للمسلمين ليس دائماً ما تتخيرون العذاب دائم بس أي زول عذابوا معناه دائم طواله ليوم القيامة لا بعض الناس العذاب ينقطع عنهم بعض الناس العذاب يستمر معاهم ولذلك كانت كما قالت العرب قديماً قالوا كانت إذا مقلت بطون خيولهم يعني المقل دا دا زي سواء الهضم يعني لما يجي المرض بتع المقل في بطونة زي سواء الهضم كده ما بتهضم يقوموا يودوا لقبور أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأن هناك العذاب الخيول بتسمع انت ما بتسمع الحمار بيسمع البهاين بتسمع العذاب داخل القبور انت ما بتسمع شكذا أول ما تسمع العذاب دا بتخاف تخاف خوفاً لذي تنتينه بتنحله بطونة بتفك الأشياء في البطن دي كويس فيبقى أخوانا النغاش الكثير في الموضوع دا ما عنده معنا مسألة دي ما فهى نغاش كثير مسألة سابته منتهية أزول الداري غالب بعدة تاني إلا عنده فهم تاني كويس ألا برضو من الأدلة أخوانا القوية عند العلماء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا مما يدل على نعيم القبر وجدوا قبر لنبي من الأنبياء اسمه دانيال عليه السلام لقوا الجثمان بتاعه كويس زي ما هو لأنه الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض لقوا زي ما هو كده وعلى صدره كتاب دا الكتاب اللي ربنا نزل عليه زي ما هو ما نقص منه أي شيء إلا الشعارات من رأسه كويس شاء الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة حفروا خبور كتيرة تلتاشر قبر ودفنوا فيه واحد ودفنوا البقية ديلك شاء الجماعة ما يجوا يعرفون لأنه في ناس زي شغلت الصوفية أستدي كان يقول لهم كمان غبر بتاع النبي وغبر شماشي سايا السهينة في البلد بصولة صالح غبر بتاع الذول ولا صالح ذاته فيهمتها؟ شيوعي زي بتاع الصيني الهناق ذاك في الجزيرة في أبعوشر وفي واحد في الحصحيصة برضو فيهمتها صيني صيني بيكون اسمه صيني تاري عامل لقوبة دي كم نشوفها في ثلاثة قوبة جنب بعض مهندسين صينيين ماتوا عملون الصينيين دي عندهم القوبة دي شكل هندسي ساي يعني في النهاية ما أمرنا قولت تسكار كده وما تعرف حركات زي دي عسا جماعة هناك بندقوا فيهم يالفك الصيني ويالفك ما تعرف شنو فهمتها فده قبر النبي من الأنبياء دانيال حفروا قبور كثيرة ودفونه في واحد منها وخلاص عمه عمه الخبر على الناس ما أفزوا ليعرفوا تاني هو يعطوا فيهم ده دانيال داك دانيال وينه شان ما يعرفوا ذاته يفتشوا له ما يلقوا تاني تمام فيبقى يا أخوانا الشاهد من الكلام ده شنو الشاهد ده نبي من الأنبياء ولا شك أن الأنبياء منعمون لا شك نبي منعم في دي حياة برزة لا شك أنه منعم شكرا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما من نبي من الأنبياء قالت قبض إلا وأري مقعده من الجنة يرى مقعد من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها فهذا ينعم النبي من الأنبياء ونحن شوفوا قدامنا انت ما حتى تشوف أي حاجة وسبب من الأسباب اللي خلت ترابي وشوفوا عدل ينكروا عذاب القبر قالوا لأنه ممكن نفتح قبر من القبور وما منشوف أي حاجة يعني تمشي السلام وقول لك دارين بيأم العمل شنعرفوا فيه عذاب قبر ولا ما فيه نقول لك نمشي المغابر نحفر غبر بيجاي نمشي المغابر النصارى ومغابر المسلمين نحفر غبر من هنا وغبر من هناك نشوف ده فيه عذاب هنا ولا ما فيه فيه نعيم هناك ولا كده فيه انت كلام هذا وده ده من أغبى ومن أبلد الناس اللي بيقول كلام زي هذا ليه لأنه عذاب القبر يا أخوانا من أحوال الآخرة ما من أحوال الدنيا من أحوال الآخرة وده جزء من حياة الدار الآخرة ما جزء من الحياة الدنيوية وإلا لو كان الناس الليلة بيفتحوا القبر يشوفوا دهك منعم ويشوفوا ده معذب كويس يبقى ما في قيمة للامتحان بالإيمان بالغيب لأنه حلاة بيقى شهادة كده تاني البكفر منه وزاته ما فيها البكفر ذاته تاني بعد ييفتح كده يقول لك يا الله هايني النار مولع شوفوا بعينه ده شنود انت ما بيشتشوف انت بعينك لأنه ده يا أخوانا من الشغل بتاع الآخرة بعدين ده ما شغل بتاع الدنيا فهمتها لكن ده من غباؤل ومن بلادتهم آه طيب تاني قال خلاصة كلام الترابي التوحيد وقال عنده كتاب اسمه التفسير التوحيدي هو انت قال الشغلانة بالاسماع يعني يعني عنده تفسير توحيدي معناه موحد هو البرع عنده كتاب اسمه التوحيد البرعي قال ليك من الترابي عنده كتاب اسمه التوحيد عنده كتاب اسمه حياة الصحابة لكن التوحيد اللي بتكلم عنه هدى زاته التوحيد لا هدى زاته شرك نحن ما قضيتنا يكون عند الترابقkiye بالاسم التوحيد ولا ما يكون عنده نحن قضيتنا العقيدة والفهمة الفهمة اللي رسخوا الترابي للشباب دي فهم ان شنو في الدين عقيدته شنو الترابي الترابي الآن أنا دائر حاجة واحدة من الثوابط عند الدكتور حسن الترابي واحدة من الثوابط شنو سابت ما بالزعزع الذي ثوابت الرياضيات دي مش عندكم سوابت قولك ده سابت سابت ده يعني ما بتغير صح ولا شنو انا ما بعرف غايته مش في سوابت طيب ها ترابي السوابت بتاعته شنو هل القرآن عنده من السوابت يعني القرآن ده كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكل ما قاله كل ما قيل في القرآن صدق وحق وما يعارض ولا يناقض هل عنده الترابي الكلام ده سابت يعني ما انه ما سابت ترابي الفهم بتاعه كله فهم متغير متمحور على حسب المصالح بتاعت الترابي والحزب بتاعه متمحور الليل يقول لك في جهاد يطلع الشباب هناك امشوا وين اه اه معركة اسمها شنوه ديك الميلة الضعين معركة ما تعرف واو وما تعرف وين وطلعوا الناس شهادة ونستشهدوا في سبيل الله ولا بد من الجهاد كلام كان سمح ودوا الجماعة هناك الجهاد زمن ماتوا كميات من ابناء الشعب السوداني بعضهم نحسبوا كان صادق وجاهد في سبيل الله وشانا ربنا يتقبلهم طابول حسن شانا ربنا يتقبلهم على حسب نياتهم من نصر الدين وانتصار الاسلام ربنا يتقبلهم لكن تبقى المشكلة وين هل ثبت الترابي على هذا المبدأ اللي ده عليو الناس يوم من الايام هل ثبت عليو هل بيقى بيفت دايما انه ده جهاد في سبيل الله وجهاد شرعي والماتوا ديل ربنا يتقبلهم شهداء هل بيقول كده اول ما اختلف مع الحركة الاسلامية اولاد رباهم براهم رجع تاني وقال لهم ده كل ما كان جهاد كلهم ده الفطاة السعي ما كان جهاد قال ليه لانه فقه الترابي ما فقه ينبني على ثوابت واشياء زول يعتقدها ويدين بيها ويدعبت بيها ويموت الله علي ويموت يقابل الله عليها لا يقوم على شنو على شغل بتاع شغل بتاع مواقف مواقف بس الليلة علاقته كويسة مع الاسلاميين يشكر الدين بكرة علاقته تخرب مع الاسلاميين ينبز الدين جا طعن في الجهاد جاب الورى طعن في الحور العين ذاتن اللي كان يوم من الايام بيمني الشباب بانه الواحد لما يموت شهيد في سبيل الله ويموت اه بيمشي هناك ويزوجوا له من الحور العين شهيد دين وسبعين حورية من الحور العين جا راجع الترابي بعد فترة قال لهم ما في حور عين ما في وقال لنا البنات الكوزات قال لهم اتنين الحور العين اتن كوزات تخيل كوزة حور عين يا اخي ربنا قال لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان ديل كده برضو برضو يا ناس لكن انت عارف اصل الولادات الزي ديل فبغشهم واحد بيخدعو واسمع افكار وفكر فكر يقول لك ما تبقى زي السلفين دغمائين نصيين بس نصيين اهلت فكرت طلعت باشنو طلعت باشنو يا انا اصني احنا عندنا تفكير في دنيا وتفكير في دين كويس التفكير ده نوعين اما تفكر في امر من امور الدنيا ده مفتوح مطلغا فكر زي ما انت داير انت كسوداني فكر كده انت تجي لنا حاجة انت لان في كلية الهندسة في واحدين بجاء بيركبوا طيارات في واحدين باناك ما عارب بيوصلوا كهرباء ولا بسووا ايشنو واحدين بيفتحوا موية في ده مش دا تفكير فكر يا اخ اصنع لنا طيارة تطير بجناح واحد طيارة بتنطط اه اصنعي طيارة بتمشي بالوقتة لو فترت بتركب ركشة اصنع حاجة فكر فكر في الدنيا دي فكر زي ما ما في مشكلة يا اخ نحن زاته معاك صنعت طيارة بتنطط لو قدرنا بنركب فيها تنطط فينا ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة فيهمتها دي دنيا يا اخوانا فكروا كما تشاءوا لكن ما تفكروا في دنيا زي جامعة دي بس اللهم الرحمة الله خربانة قاعدة في طيارة هناك ما كاركاعة انا مما جيت دخلت ما جيت الخرطوم دي زمان ودخلت الجامعة الطيارة دي قاعدة في محلة طلب اخوشوا بجاي عينوا لك اهو مصنع البرلون بيقول شو مصنع الطيارات بجي بهناك في طيارة قاعدة بقاعدة بهناك ايجي خاشي بجاي امرك بهناك بس وان وان ابتكاراتك فكر وانوق تفكيرك استفدنا منك شنو انت في دونياتنا دي استفدنا شنو ما في حاجة ما في تفكير في الدنيا دي ما في اختراح في الدنيا ما في البدعة في الدنيا دي حلال ابتدع في الدنيا دي جيب بدعة حلال ما في شي لكن ما في ما بيعملوا دي بس جالدار يفكروا في يضروا الدين حتى التفكير في الدين الاسلامي متاح في جانب شنو تأييد النصوص. وفهم النصوص. واستيعاب ما اراده الله عز وجل. وما اراد النبي عليه الصلاة والسلام. ما في مانع. فكر انت. اه فكر ورنا مفهوم الحديث الصحيح شنو? مفهوم الحديث الضعيف ده شنو? مفهوم الاية ده شنو? ما في مشكلة. لكن تاي انت تفكر شان تعارض كلام الله? ده تفكير? تفكير شنو ده? تاي انت تفكر شان تطلع لنا احاديث الرسول غلط? احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ده يطلع غلط. يعني يبقى حضر السيادته هو الفاهم والنبي ما فاهم. ده النتيجة اللي بنطلع بها احنا. لما نيجي يقول لك يا اخي الصحابي ده اقال كده بالله يشوف يا. تلقفوا شعب ساول يا صغيروني ولا فاهم شي. يقول لك بها ادخل? امع الخطاب قالوا وقال كده بالله. بالله يشوف الكلام ده يا اخي. يا السلام يا اخي. يعني امع الخطاب غبي وفاهم انت يا بليد? لا. النتيجة شنو يعني? ده اصلي النتيجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفهم. ويفهم الودة الشعبي. يعني في ايات من زمان. الصحابة كلهم عمون الخطاب وبكر الصديق وسيدة عايشة وطلحة وابو عبيدة وابو هريرة ما فيهم هو فاتد عليهم. وجو بعد يوم التابعين يا سعيد ابن جبير وابن المسيب كلهم ما فيهم هو فاتد عليهم. جو تابع التابعين ولا اما الاربع مالك والشافع ابو حنيفة واحمد كلهم فاتد عليهم ما فيهم هو. ايجي شعبي اه حضر السيادة الليلة دي بار يطلع دييرك ما فيهم هو. وفيهم هو السادي. ما فيهم هو. فهمت? وفي مسائل العقيدة يعني. ما عليش لو في مسائل يا اخوانا بتتعلق بالنوازل النوازل الجديدة. الاشياء الحدث الجديد العلماء اجتهدوا واستنبطوا طلعوا لحكم شرعي ما في مانع. ما في مشكلة. لكن ممكن تجي. تضرب السوابت. السوابت الاساسية بتاعت الاسلام. ديين. اجي اضرب الشعب الان بيفهم مغلوط لل germs. اضرب الثوابت اللي اعتقدوه الصحابة وماتوا عليها. سوابت اعتقدوه التابعون وماتوا عليها. سوابت اعتقدوه لأئمة الاربعة. ائمة الاسلام كلهم ومتوا عليها. ايجي الليلة الشعب دار يضرب الان كل ينصفه. كل ينصفه. يبقى احنا كمسلمين ما عندنا اي ارث. ولا تاريخ. اه? ما عندنا اي شيء من تاريخنا القديم. ولا ارثنا الاسلامي. ولا عقيدتنا عقبت المسلمين. انصفه لك شعبي. اه? ولاد ما فاهم اي حاجة. ما فاهم ولا شيء في دين الاسلام. ولا في اي دين من الذي يعني. ما فاهمين حاجة. يبقى احنا لو جبلنا بكلام سيدة نبقى احنا اغبية ذاته. نبقى احنا ذاته اغبية. ما امكنا لارى عقيدة نزول المسيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة يومين وباء. والتابعون. والأيمة الاربعة. وليه يومنا الليلة? ايجي بس واحد فانطوت كده شعبي. وليه صاي? يقول لك لا لا يا خل المسيح ينزل كيف? ربنا قال اني متوفيكة. اه? ورافعك اليه? متوفيك قال. يعني ميت. بتموت يعني. متوفيك. خلاص. عيسى مات قال ما بنزل. قول مات. ولادر ناخشك كتير في انه اه متوفيك. لا معناه نيمك. وكده لا. مات. قول مات. اهان. الله قال بنزل. النبي قال بنزل. قول مات عديل. طب. ربنا سبحانه وتعالى قال. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة. وربنا قال. وانه لا علم للساعة. وانه لا علم للساعة. علم للساعة يعني شنو? يعني علامة. يقول لك ده علم السودان. علم السودان يعني شنو? يعني ده علامة. علامة السودان. كويس? علم للساعة. يعني علامة من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلامه لا بيحتمل النغاش ذاته. قال يوشي كان ينزل فيكم ابن مريم. ينزل. بنزل قال حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية قال ينزل واضعا يديه على كتفين ملكين واضع يديه كده بيجي نازل على كتفين ملكين على مهرودتين في المنارة البيضاء ينزل ويقابل المسيح الدجال بيكون قاعد المسيح الدجال وقت داك ولا متأكد النوعية نوع الشعبيين ونوع غيرهم الناس السزج ديل لو حضروا المسيح الدجال بيؤمنوا بيؤمنوا لأن داك بيحتبروز المجدد يا أخ يقول لك مجدد يا عنده مو أهم كده تجديد يا وتجديد شو التال القديم نفعت فيه شان تقول لي تجديد تجديد شنو انت ذاته واسا احنا راجعين تجديد لانا انت انه عياد دينا مستغرب فيها ذاته يا أخ يا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عيسى ابن مريم بنزل بيطارد المسيح الدجال بيكتله في باب لود بيكتله انتهي منه لما ينزل بيكون المهدي المنتظر ما المهدي بتاعنا بتاع السودان دا دا كتبه ساي ألفوا لك مسرحية طويلة عريضة المهدي قال هو المهدي المنتظر والخليفة عبدالله التعايشي خدت نفسه في مقامه وبكر الصديق والمهدي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال من بيتي النبوة في امتى وداك البعدي هو متولي نفس المهام بتاعت الخليفة الأول ويونس والديكيم قال ولا منه ما عارف قال يرسل خطاب لملكة فيكتوريا يا ده المسرحية شكلوا فينا مسرحية نحن الشعب السوداني الناس استغلت بساطتنا إنه بنصدق أي كلام إلا من رحم الله بنصدق إيجي واحد يقول لنا أنا المهدي المنتظر الناس بصدقوه إيجي يونس والديكيم يقول لنا قال مونيكا ولا اسمها منه ديك بتاعة بريطانيا اسمها منه فيكتوريا صح قال رسله خطاب لملكة فيكتوريا قال لها لو أسلمتي وأحسن إسلامك ودخلت كده وبعد ذا قال لها بنعرس لك يونس والديكيم لو رضا جابه لك وصار كده قال يونس والديكيم يعني راجي عرس فيكتوريا مسرحية مسرحية عملها فينا داق عامل فيها المهدي المنتظر وداق بعد شوية الخليفة الأول التعايشي فيمتى ونحن أولاد الرسول ونحن جدا الرسول فيمتى مسرحية في الشعب السوداني والناس صدقوهم زمن طويل جدا زمن طويل فيمتى الناس عاشد على شان كده شوف البلدينة الناس بلعبوا بهم بلعبوا لكن المهدي المنتظر لسه ما جاء ليه؟ لأنه بينزل في وقته عيسى بن مريم عليه السلام انزل والمهدي المنتظر يصلب الناس فأول ما ينزل عيسى بن مريم يتأخر المهدي فعيسى بن مريم يقول لهم إمامكم منكم يعني صلبهم والمهدي فصلى بهم وصلى عيسى عليه السلام خلفه الشعبين بيقول لك عيسى بن مريم لما ينزل هل بنزل نبي جديد ولا بنزل تابع لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ها وعلى عيسى الصلاة والسلام هل بنزل نبي جديد ولا نبي قديم ولا شنو كويس؟ يعني خلاص نظام إنه ما بينزل لأنه ما في نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذاك يقول لك هينزل علي حال هينزل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام كويس؟ ويحكم بيها ويقيم العدل في الناس والبلد بتمالي خير الترابي بالسهزة ذو الكلب جدا ذو الكلب جدا بما تحمل الكلمة من بعنا بالسهزة قال في ناس قاعدين هي ناسة يقول لك نحنا راجين عيسى وراجين عيسى يملأ الأرض عدلا وراجين يا زل مالوما بنرجعه ليه في شنو يعني؟ المشكلة وإن؟ وإن المشكلة يعني؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام قال بنزل وقال يملأ العدلا كما موليات جورة وفي عادي عيسى من مريم عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من العدل العدل اللي بيكون في الأرض قال وإن القحفة الرمانة الرمانة الوحدة السغيرون دي قال إن الرمانة لتكفي الفئان من الناس يجي مجموعة من الناس يجي بلون رمانة واحدة يأكلوا منا كلهم يأكلوا لمن يشبعوا كلهم يشبعوا قال ويستذلون بقحفتها القحفة حقتك يشيلوا يسوارا كوبا يقعدوا تحتك ده خير بركة قال وإن اللقها من الإبل الحلبة الواحدة بتاعتها قال قال لا تكفي الفئان من الناس ده من الخير والبركة ويفيد المال بعد ده كان يتطلع الزكافة تحتك زول بيقباله منك ما فيه النازي مرتبة ما عنده اي مشكلة وشبعانة خير جا من العدالة البتجيبتين لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام لكن الترابي أنكر نزول عيسى الترابي أنكر عذاب القبر الترابي وبعد ده فيه شوفها زي ديلة شوفها زي الودة اللي قبيل ده كويس؟ بعد ده مبارينه انت ما عندك عقل؟ انت ما عندك فهم؟ خلي لو ما عندك دين ذات وانت فهم ما عندك؟ فهم ساي ما عندك؟ تجهي تمسك نصوص الغران تنكر فيها واحدة واحدة يشيلوا جدع قال الصماء قال ما فيه صدرة منتهى صدرة منتهى قال السماء فيه شوق الشجرة به شجرة شوق قال السماء فيه شجرة الشوق قال ما فيه ليلة الغدر ليلة الغدر لي قال انت زمان في العادة الغدقي دك كان وقال انتهت زاتي لا يعيب علفال الفتوة زي ده في رمضان هناels سارة هذه صورة كامل من الغرام حتى تجدق الله الترابي قال لا لا بينكر الصلاحه بينكر وشات واللو وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان